ايوب عليه السلام واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب سورة النساء الآية 163 رزق أيوب عليه السلام وشكره لله عز وجل كان أيوب عليه السلام رجلا كثير المال من سائر صنوفه وأنواعه من الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي المتسعة فكان شاكرا لربه على نعمه يطعم الجائع ويكس العاري ويعلم الجاهلة ويهدي بإذن الله الضال وهكذا كان أيوب عليه السلام نعم العبد صدر أيوب عليه السلام عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل الحديث يضرب الناس المثل بما حصل لأيوب عليه السلام من أنواع البلاية كما يضربون المثل بصبره عليه السلام أيضا فبعد أن كان يملك الكثير من المال والأولاد والأنعام والرزق الوفير سُلب منه كل ذلك وابتلي في جسده بأنواع البلاء ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه وهو في ذلك كله صابر محتسب ذاكر لله عز وجل في ليله ونهاره وصباحه ومسائه وتمر الأيام والأعوام وهو على تلك الحال من اختبار الله سبحانه وتعالى له وطال مرضه حتى عافه الجليس أو حش منه الأنيس وكان عليه السلام مثالا عظيما في الصبر على ما ابتلاه الله به قال تعالى إِنَّا وَجَدَنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابُ ولما لم يفلح إبليس عليه لعنة الله في حياله ووساوته في سبيل أن يجزع أيوب عليه السلام حاول أن يضعف زوجته وأن يبعدها عنه ولكنها كانت نعمة زوجة فصبرت وتحملت وشاركته أيام الاختبار والابتلاء كما شاركته أيام الهناء من قبل ولكنه مع تكرار وسوسة الشيطان أخذت تبكي وطلبت من زوجها أن يدعو الله أن يكشف عنهم ما هم فيه ولكن أيوب عليه السلام رد عليها وقال أشعر أن إيمانك قد بدأ يضعف ولئن شفاني الله لأضربنك مئة صوت ولا أريد أن أراك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا وهنا لجأ أيوب عليه السلام إلى ربه رب العزة والجلال متضرعا إليه داعيا قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين الآية الثالثة والثمانون من سورة الأنبياء واستجاب الله إلى دعائه بعد أن نجح في اختباره وأوحى الله إليه أن يركض برجلك يتفجر لك نبع من الماء فاشرب منه واختسل به وستجد أن صحتك قد عادت إليك ورد الله عليه ماله وعاش هو وزوجته سعيدين ورزقهما الله أولادا ورجع يدعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وكان عليه السلام مثالا عظيما للصبر والإيمان يونس عليه السلام قوم يونس قال الله تعالى في كتابه الكريم وإن يونس لمن المرسلين سورة الصفات الآية 139 كان هناك أمة من الأمم تعيش في مدينة كبيرة على أرض العراق وكانت هذه المدينة تسمى نينوى وكانت أرضهم مليئة بالفواكه والخيرات كانت حقا أرضا جميلة فيها جنات وعيون ولكن أهل تلك الأرض نسوا الله الذي أنعم عليهم بتلك النعم وراحوا يعبدون الأصنام إرسال الله إليهم يونس أرسل الله إليهم يونس عليه السلام يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور فدهش القوم حين سمعوا كلامه وكبر عليهم أن يروا واحدا من بينهم يكون رسولا إليهم وهاديا لهم ولكن يونس عليه السلام قال لهم إن هذه الأصنام التي تعبدونها لا تنفع ولا تضر وأن ما أدعوكم إليه يأمركم بما فيه صلاح أموركم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ورد عليه قومه وقالوا ما أنت إلا بشر مثلنا وأرح نفسك وأرحنا مما تدعوننا إليه نفاذ صبر يونس عليه السلام قال يونس عليه السلام لقومه لقد دعوتكم بالتي هي أحسن وكنت أتمنى أن تصل دعوتي إلى قلوبكم أما وقد رفدتم دعوة الحق فإني أنذركم عذابا وبلاء ينزل بكم قريبا فقالوا له إن كنت نبيا حقا فأرنا ما وعدتنا ونفذ صبر يونس عليه السلام وغضب على قومه وطلب من الله أن يهلكهم بعد أن دعاهم ولم يؤمن بدعوته واحد منهم ولم يبقى أمامه إلا أن يرحل عنهم لعل الله يهدي به قوما آخرين ولم يكد يونس عليه السلام يرحل عنهم حتى اشتدت العواصف وهاجت الرياح وأظلمت السماء فعرف قومه أن العذاب قد اقترب وأخذوا يبحثون عن يونس ليعلنوا التوبة أمامه ولكنهم لم يجدوه فتوجهوا إلى الله بالدعاء فقبل الله توبتهم وكشف عنهم العذاب يونس عليه السلام في بطن الحوت وعندما ترك يونس عليه السلام قومه انتهى به المسير إلى البحر ووجد سفينة على الشاطئ وعرض ركابها عليه أن يأخذه معهم وفجأة هبت عاصفة ولاعبت الأمواج بالسفينة فتميلت وقال بعضهم لبعض فينا من أغضب ربه واتفقوا على إجراء قرعة فمن وقع السهم عليه ألقي في البحر وكانت القرعة في كل مرة تقع على يونس عليه السلام ولام نفسه لتركه قومه قبل أن يأذن له الله في الهجرة ولكنه أسلم أمره لله فهل يتركه الله وهو من المرسلين؟ وكان الأمر الإلهي لأحد الحيتان أن يبتلعه ويحافظ عليه حتى ينقله إلى الشاطئ الآخر سالما لأن مهمته لم تنتهي بعد وما زالت رسالته قائمة وحمل الحوت يونس عليه السلام وكان في ظلمات ثلاث ظلمة الأمواج وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وبحث عن النور قال تعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الآية السابعة والثمانون من صورة الأنبياء وسمع الله نداءه فأمر الحوت فألقاه على الشاطئ بدون خدش ولا كسرة عظم وأنبت حوله شجرة من يقطين أي قرع لتظلله ويأكل من ثمارها ومكث أياما حتى استعاذ نشاطه وشكر الله لرضاه عنه ونجاته وتمنى الرجوع إلى أهله نينواه وعاهد الله أن يكون من الصابرين فوجد كل قومه قد أسلموا لله وآمنوا برب العزة والجلال كانت هذه قصة أيوب عليه السلام ويونس عليه السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة